أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة منذ 2014 حتى 2025 تبلغ نحو 530.5 مليار جنيه وأكدت رانيا المشاط أن شبه جزيرة سيناء تعد محورا أساسيا من ضمن محاور استراتيجية التنمية لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية هذا بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصرية بما تمتلكه من موارد ومقاومات طبيعية وبشرية